نروح للأمر الثاني وفريق النادي الأهلي لكرة القدم وكان فيه فوز مهم جداً بالأمس على طلاع الجيش قدري فوز النادي الأهلي بثنائية وكمان أداء أكثر من رائع خلال الشوط الثاني شفنا الشوط الأول كان يعني فيه تكتل دفاع كبير من فريق طلاع الجيش لكن التغييرات، تغييرات مارس الكور في الشوط الثاني كان لها مفعول السحر شفنا أداء رائع ونتيجة رائعة كمان وكان من الممكن أن يفوز النادي الأهلي بنتيجة أكتر من هدفين مكاسب الأمس وإحنا بنتكلم وبنشوف الهدف الأول لعمر السولية عملية الروتيشن اللي إحنا بنقول دايماً أن مستر مارسل كولر مقبر عليها وإنت بتتكلم وإحنا بنلعب كل 48 ساعة مباراة ضغط بدني وعصب كبير جداً على لعب النادي الأهلي في المباريات مطالب فيها بالفوز بنشوف عملية الروتيشن ودايماً في الفريق اللي بيبحث عن بطولة أو البطل لازم يكون عنده دقة قوية أقوى كمان من الحداشر اللي بدأه وده اللي إحنا شفناه في مباراة الأمس من كم؟ من فترة فوزنا على طلاع الجيش بنتيجة أربعة فالبعض افتكر إن المباراة هتكون سهلة أو هتكون في المتناول من أول دا لنادي الأهلي لكن المباراة من بارح كانت صعبة قدر عمر السلية مع أول هدف اللي إحنا بنشوفه ده هدف قدر يفك المباراة وكان في الدقيقة خمسين مكاسب المباراة لما تشوف واحد زي عمر كمان عبد الواحد كان متواجد على الدك عمر السلية، حسين الشحات، رضا سليم اللي نزل كمان في الشوض التاني محمد مجد أفشا الخمسة أو الخماسي نزلوا الشوض التاني وقدروا يغيروا نتيجة المباراة وقدروا يضيفوا للفريق النادي الأهلي من نواحة البدنية والنواحة الفنية وبنشوف كمان الهدف التاني هدف يعني من أحلى أهداف الدوري وسام أبو علي اللي بيمر بفترة قوية مع النادي الأهلي منذ انضمامه في يناير الماضي هدف حلو وحلوة الهدف أن صناعة عمر كمان عبد الواحد البديل بينزل الشوض التاني مكان محمد هاني اللي لعب الشوض الأول وكمان بيضيف للفريق وبيصنع عمر كمان عبد الواحد واحد من اللعيبة أيضا المميزة عمر السلية قدر يحرز الهدف الأول كمان حسين الشحات مكان أحمد عبد القادر اللي ما كانش موفق بالأمس يعني برضو في كام كورة برضو الحظ بعنده بعد مباراة الداخلية بنشوف رضا سليم وهو بيلعب في مركز غير مركزه رضا سليم بيلعب وينج رايت أو وينج ليفت بيلعب كمان بوظافه راس حرب عشان يتم إراحة وسام أبو علي وبنشوف محمد مجد أفشا يعني رومان تلميزان لما نزل حتى في حوالي سبع تمن دقائق وعشر دقائق كمان بيضيف للفرقة ده اللي عجبني في فريق النادي الأهلي بالأمس إن اللي قاعد برا على الدكة محد الزعلان كل واحد مستني وقته وكل واحد مستني فرصته علشان يقول أنا موجوده يقدر يضيف للفريق الاختيار في الأول وفي الآخر لمستر مارس الكولر هو اللي بيقول مين التشكيلة اللي أنا مناسبة للمباراة دي وعندي دكة تكون قوية تقدر تضيف معايا الشط التاني ده رضا سليم بينزل في الديها 80 وبالمناسبة كمان للمباراة التانية بينزل في مركز غير مركزه بيلعب مهاجم واهمي النهاردة علشان بالسرعات ويستغل فتح المساحات للناس اللي جاية من تحت وأجاد في الماتشين ماتش الداخلية وكمان مباراة طلاقة على الجيش بالأمس وبنشوفنا محمد مجد أفشا عمل عشر دقائق هيلين مبارا وساما بوعالي وعايز آفة عنده وساما بوعالي ما شاء الله بدأ يندمج مع فريق لعبي النادي الأهلي بدأ يخش في التوليفة بتاعة لعبة النادي الأهلي من أول لحظة كان جات له إصابة بعدته شوية رجع منها نضم لمنتخب فلسطين حصلت له إصابة بسيطة رجع مرة تانية فبدأ يثبت أقدام وساما بوعالي مع فريق النادي الأهلي وكمان إضافة في خط الهجوم إضافة كبيرة جدا وقوية لوساما بوعالي واحد من المكاسب المهمة جدا بنشوف وساما بوعالي وهو بيحرز الهدف التامن ليه في الدور بالأهم وساما طلاع الجيش ده الهدف اللي قابليه كان أمام كان أيضا ده مباراة طلاع الجيش الأولى وقدر يحرز فيها الهدف الرابع واحد من الهدف الممتعة ودي الإشارة بتاعته أو العلامة بتاعته بقول إن وساما بوعالي جاي في التوقيت أو جاي في المعاد يعني أو الهدف اللي أنا بحرزها بتكون في توقيتها أو المعاد النادي الأهلي اللي محتاج فيه الهدف هدف من الهدف الحلو وده كان من صناعة طهر محمد طهر وده إحراز وساما وعالي كمان برضه من المكاسب بنشوف عملية الروتيشن النهاردة هديكم أمثلة لما بنتكلم على حراسة المرمة بنشوف محمد الشناوي وبنشوف مصطفى شوير النهاردة بيتناوبه كل واحد بياخد ماتشين بياخد مباراة علشان النهاردة يبقى كله جاهز ودي من المكاسب المهمة جدا أي واحد يتحط أي من الاسم الموجود يتحط فبيكون مكسب للنادي الأهلي إن تلاقي عندك اتنين حراس سواء محمد الشناوي أو مصطفى شوير وبالمناسبة مبارح مصطفى شوير أجاد بشكل كبير في الشوط الأول دي أهداف وسامة بعالي زي ما قلت لحضراتكم واحد من المكاسب المهمة جدا فيه هجوم النادي الأهلي وبيصنع هنا حسين الشحات بنشوف مركز زي الباكرا بتشوف فيه محمد هاني بتشوف فيه عمر كمال عبد الواحد وكمان خالد عبد الفتاح اللي لما خد له ماتشينة وتلاتة أجاد فيه مشاكل كبير فعملية الريتيشن النهاردة ملمة بكل اللعيبة بنشوف أكرم ومروان وبنشوف عمر السلاي يدخل معاه وبنشوف إمام عشور وبنشوف أليو ديانج وبنشوف محمد مجدي أفشا فعملية الريتيشن مستمرة وبشكل كبير كمان فيه الخط الأمامي طهر محمد طهر كان بعيد فترة والناس بدأت تتكلم كلام كتير طهر هيرحل على النادي الأهلي طهر ماشي أحمد عبد القادر جيره عرض احتراف بنشوف أحمد عبد القادر بيلعب بيجيد طهر محمد طهر بيسجل وبياخد رجل مباراة طلاع الجيش ده الهدف التاني للنادي الأهلي وعايزة عند عمر كمان عبد الواحد برضو واحد من المكاسب المهمة والانتدابات المهمة لفريد النادي الأهلي شوف الكرة قطعها من فين شوف الانطلاق شوف الرؤية شوف هنا الرب وسام أبو علي وهو بيقطع في المساحة الفاضية الباص بتاع عمر كمان عبد الواحد بياخد المدافع في ظهره المدافع أصبح خارج اللعبة وهنا بمنتهى القوة بوش رجله شاد وش رجله وبيحطها على يمين عمر رضوان حارس مرمى طلاع الجيش هدف من الهدف الحلوة فيها تحرك فيها قوة فيها صناعة من عمر كمان عبد الواحد زي ما قلت لحضراتكم واحد من أيضا من اللعبة الموازن بالأمس بعد مرار طلاع الجيش ده الفوز الاتنشر للنادي الأهلي في بطولة الدور الفوز الاتنشر على التوالي